مأساة وحسرة وفصول من المعاناة يعيشها هؤلاء الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في العراء بلا جدران تحميهم من وطأة البرد القارس ولا أسقف تقيهم حر الشمس هكذا هو حال أبناء مدرسة خالد بن الوليد بمنطقة عبدان في محافظة شبوة ففي هذه المدرسة لا يوجد فرق بين الماضي والحاضر فكل ما يوجد هنا ماضي يشير إلى إهمال الجهات المعنية فبالأمس كان الآباء في الكتاتيب وتحت الأشجار واليوم على نفس المنوال يدرس الأبناء نواجه الصعوبات والمعلم يشعر بالملل والأحباط عندما يأتي من أجل أن يعطي الدرس في العراء ويشوف الطلاب قدام عينه يعني يلوسوا على الأرض وتحت حرارة الشمس حيث أن هذا معنا كبير التواجه الطالب والمعلم مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي ليس لها من اسمها نصيبة فهي في الواقع جزء من مدرسة تحوي ثلاث غرف فقط بدون ملحقات أو مكاتب أو مستودعات مساحات هذه الغرف الصغيرة ضاقت بالطلاب ولم تعد تتسع لهم فباتوا يتلقون تعليمهم خارجها سندوق الاجتماعي يتبرع لنا بثلاث الغرف في 1998 هذه الثلاث الغرف يدرس فيها من أول إلى ثالث بينين وبنات من رابع إلى تاسع يدرسون في العراء كما شاهدتم اليوم في ظل عدم وجود مبنى مدرسي يتعرض الطلاب هنا لمخاطر عدة حيث تنتشر الأمراض والالتهابات التنفسية بسبب تقلبات حالة الطقس كما يصاب الطلاب بحالات الإغماء ويعمل الأهالي أن تنظر الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية والمراكز المهتمة بأمر التعليم والجهات المانحة إلى هذه المنطقة التي تفتقر إلى أبسط مطلب وهو حق التعليم طلبة تدرسوها في الشمس وفي البرد وكان عندهم أحباط وحتى عند الآذاء عندما يشوفون عيالهم يدرسون في الشمس وفي البرد ما شي كان يعني حتى جهد من الآذاء أن يدعمون عيالهم لحتى يدرسون من الفترة نحن الدرس تحت أجعة الشمس ولبقى من الحكومة الداعمة ولبقى فصول دراسية ولبقى كتب ولبقى صنبورات إلى جانب حالة مبنى المدرسة المنتهي أصلا يغيب الكتاب المدرسية كما تعاني المنطقة من نقص حاد بالكادر التعليمية فهذه الأركان الأساسية للعملية التعليمية لم يحظى بها أبناء هذه القرية لا شيء يقف عائقا أمام هؤلاء الطلاب فهم يفترشون العراء لمواصلة الدراسة تجنبا لبراثن الجهل وأشواك الأمية ولكنهم يأملون من السلطات المحلية والجهات الحكومية أن تسعى لتحقيق حلم المئات منهم في بناء مدرسة تقيهم برد الشتاء وحر الصيف صالح سالم قناة بلقيس شبوة